اشتركوا في القناة عن جانب من ذلك الاظمار متناولا ان نسق التقافي المغمر مطبقا ذلك على قصص زيد الشهيد القصيرة جدا فليتفضل مشكورا استاذ الدكتور عزيز حسين علي نور الموسوي التولد السماوة الروميثة الشهادة البكالوريوس جامعة القارسية كلية التربية عام 2002 الماجستير كلية تربية الجامعة المستنصرية عام 2006 الدكتورة جامعة القارسية كلية التربية 2012 وجميعها في اقسام اللغة العربية الاقتصاص التربية اللغة العربية النقد الادب الحديث حاصل على لقب استاذ مساعد في النقد الادب الحديث في 1-11-2015 ولقب استاذ دكتور في 3-11-2020 عمل في الدراسات العليا منذ العام 2016 اشترك في 21 مناقشة لطلبة الدكتورة والماجستير في الجامعات العراقية يعمل في تدريس طلبة الدراسات العليا في الدكتورة والماجستير في كلية التربية للعلوم الإنسانية منذ العام 2019 وأشرف على أطروح الدكتورة في تخصص الدقيق حصل على 49 كتابة شكر وتقدير من الوزير ورئيس الجامعة وعمداء الكليات عفواً أتصور جانب إدارية أتصور يعني وصلت بشكل خاطئ ربما يعني غير متعلقة بالشأن العلمي أتصور يعني متجاوزتها المؤلفات نذكر منها المقدس الديني في شعر عارف الساعدي كتاب الناس النزع الإنسانية في أدب زيد الشهيد الرواي النص المفتوح في النقد العربي الحديث بلاغة الرسائل الأندلسية الكتابة والثقافة أثر الثقافة في الكتابة العربية الحديثة سيمياء الثقافة قراءة في أدب سعيد عدنان المقالي وغيرها من الكثير يعمل الآن رئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في المثنى وفاعل في النشاط الثقافي والأدبي في العراق وعضو في اللجان الثقافية في الكلية ولجنة سلامة اللغة العربية في الجامعة فأهلاً وسهلاً الدكتور شكراً جزيلاً ربما هي بداية غير جيدة لي أن يذكر اسمي إلى جانب اسم أستاذنا الدكتور رحمن غارقان أنا لا أذكر مع هذا الاسم الكبير إلا بحدود التلمذة وحدود الخدمة وحدود الإبن شكراً جزيلاً محبتي وتقديري لكم جميعاً السيدات والسادة وشكراً جزيلاً لكم جميعاً أريد أن أتحدث في ورقة بعنوان الأنساق الثقافية في قصص زيد الشهيد القصيرة جداً وزيد الشهيد معروف لكم هو قاس عراقي من السماوة وتستهدف هذه الورقة قراءة هذه المجموعات القصصية التي أنتجها زيد الشهيد في الأعوام العشر الماضية وتتوخى ربما منهج النقد الثقافي الذي نتصور أنه أكثر طائلاً وأكثر إنتاجاً في قراءة السرد وقراءة كتابة الوجدان وقراءة كتابة الناس وكتابة المجتمعات وربما نحتاج المرور سريعاً على مفهوم الثقافة ثم ننتقل إلى التطبيقات في قصص زيد الشهيد انتقل مفهوم الثقافة في تحولات مهمة جداً نقلته من حالته المعجمية الأولى التي وضعت الثقافة بحدود عربياً أو في الجذر العربي لها في حدود الصناعة وتقويم المعوج والوصول والانتصار يعني كثيراً من الماديات أنتجها المعجم العربي لتصور أو لتقديمه لمفهوم الثقافة وهذا أيضاً في الأصل اللاتيني للغات الإيطالية والإنجليزية والفرنسية بأنها بقيت بحدود كالتشار بقيت بحدود الزراعة وتهيئة التربة للبذار واستقبال النماء انتقلت بعد ذلك ربما متأخرة إلى المعنويات وصارت تستهدف صناعة الإنسان وتستهدف قراءة العميق في المعنى وفي الأشياء الانتقال الثاني المهم التحول الثاني في المفهوم هو في القرن التاسع عشر مع الانتقال إلى فكرة الثقافة التي تعني أو تعني بفكرة الكمال الإنساني وصارت الثقافة تنظر إلى حالة الكمال الإنساني مع ماثيو آرلوند وفي هذا مفهوم التطهير والتهذيب وتجردت من الماديات ومن قراءة الماديات وتفصيلات الصناعة والامتلاك والظفار والانتصال انتقلت النقلة الثالثة الجيدة والمهمة والكبيرة في نهاية القرن التاسع عشر إلى مفهوم الثقافة بوصفها علما ومنهجا له التطبيقات والطرائق والدراسات وفي هذا هذا عنده تايلور بالتحديد في هذه الانتقالة وصلت إلى فكرة الحضارة وصارت تقرأ الحضارة وما تنتج هذه الحضارة النقد يعني إلى جانب التهذيب وصناعة الإنسان وصناعة إلى جانب هذا ظهر النقد الثقافي الذي يذهب بفكرة جديدة للثقافة مفهوم جديد للثقافة ومفهوم جديد لطريقة التطبيقات يقرأ النصوص هذا ما يعنينا الآن فيه انتاج زيد الشهيد ثمت أنساق هذه الأنساق الثقافية منها المضمر ومنها المعلن نحاول الآن اكتشاف هذه الأنساق على مستوى الموضوعات وعلى مستوى الأحداث وعلى مستوى الممارسات ولكل هذا أدوات بالتأكيد لإنتاج هذا النساق يعني على وجه السرعة في الموضوعات اختفى أو أضمر نسق الفحولة ونسق الرجولة في نسق النسوية ورعاية قضية المرأة مثلا في هذه الأعمال هذه الأعمال ربما بالإمكان القول فيها إنها كتبت عن نساء حتى مثلا حكايات عن الغرف المعلقة نساء تراب هذه الأعمال في الغالب هي عن نساء وفي أزمة النسوية لكنها تضمر نسقا مضمرا هو حاجة هذه المرأة المرأة هنا انتحرت لأنها تطلقت المرأة هنا صارت مجنونة لأنها فقدت الحبيب المرأة هنا تعرضت إلى الحزن الحزن والإيذاء الداخلي لأنها فقدت وظيفة للرجل فظلت المرأة هنا في المضمر محتاجة دائما إلى الرجل وكأنها العنصر الأضعف مما يؤلي نسق الفحولة ويؤلي نسق الرجولة ويؤلي نسق الكبير في بين هذه القصص الموضوع الآخر يعني هذا بالإمكان تسميته بالنسق المعكوم النسق المعكوم النسق المتاجة النسقية الصغيرة بإزاء الرجولة النسق المهي من الآخر هو الخوف إن بنت هذه القصص الخوف فيها من اللافت للنظار أنه المخيف غير محدد المخيف موجود وكبير لكنه غير معروف وغير محدد ارتبط بالكلام في الحوار وفي الحدث الخوف دائما ارتبط في توقف الكلام وتوقف الحديث على مستويات الحب والتعبير والقول ممنوع الخوف هيمنة على القول مساحة اللغة التي انتشر فيها لفظ الخوف مساحة كبيرة جدا وكأنه هيمنة على بناء هذه المسق الثالث هو الجوع وارتبط كثيرا بمستوى الجسد وكشف الجسد الجائع والجسد الهزين الحرب ونسق الحرب الموت ثنائية الجميل والمؤلم في الوقت النفسي ثنائية الميت الحي ثنائية الوعي بالموت وعدم الوعي بالموت الجسد واضح جدا على مستوى الموت عفوا الجسد مختفي تماما على مستوى الموت الموت هو اختفاء للروح عنده في هذه القصص يعني لا توجد جروح لا توجد حالات القتل وكذا الجسد غير موجود فيها التعلق النسق الآخر هو التعلق التعلق بالبلاد والتعلق بالحياة على مستوى الممارسة وجدنا أنساق هيمنة وظيفة الرسم والرسام ودائما ما رسم هذا الرسام مدنا وحدائق جميلة وكأن هذا القاص يريد أن يرسم عالما غير موجود عالم هو يريده هيمنة الموسيقى والأسيمة الناي على مستوى الأدوات متابعة منطق الحكي أنه في القصة أو في المجموعة القصصية بالكامل وفي القصة يبدأ من يبدأ منطق الحكي من الأمل ثم الترقب والخوف ثم التردد والقلق ثم اليأس ثم التسليم بالانتحار أو الموت أو الغرق يعني الموت بالغرق أنصر الاختلاف أو التناقض أو المفارقة أنه هي تحب الزوج لكنها تكره الزوجة هي تريد أن تبقى زوجة لكنها تريد أن تنفسها هذا يضمر قضية الاختلاف حضور الآخر أيضاً والتناص الديني كله ارتبط بالخوف والموت هذه إشارات سريعة كنت أود يعني لا يمكن أن أقرأ نصوصاً من القصص ولا يمكن أن أطيل شكراً جزيلاً لكم ومحبتي وتقديري واحترامي لكم جميعاً شكرا